اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول عنصر وهو عنصر الهيليوم اذا نحن نعلم ابنائي ان يرمز لنواة اي عنصر بالرمز اكس ا زاد ا هو العدد يسمى العدد كتلي وزاد يسمى العدد الذري او العدد شحني اذا هذا هو رمز نواة هذه العناصر الان التوزيع الالكتروني للعنصر الاول ابنائي اذا اول طبقة تسمى طبقة كاب اذا نمزلها بالرمز الطبقة الاولى تحمل الالكتروني ابنائي اذا من اين او ما هو الذي سأستعمله سأستعمل زاد ام اهنا حتى اقوم عمل التوزيع اذا زاد هو العدد الذري او العدد شحني معناه هو عدد البروتونات وهو نفسه عدد الالكترونيات اذا هو نفسه عدد الالكترونيات الموزعة على الطبقات اذا كم لدينا من الالكترون لدينا اثنان اذا والطبقة الاولى كم تحمل تحمل اثنان اذا كاثنان هذا هو التوجيه الالكتروني للعنصر الاول نذهب للعنصر الثاني كم لدينا من الالكترون تسعة اذا الطبقة الاولى تحمل الالكترونين الطبقة الثانية نرمزونها بالرمز ال كم تحمل من الالكترون تحمل ثمانية ولكن بما انني وضعت اثنان في الطبقة الاولى الطبقة الثانية كم سأضع فيها سأضع فيها اذا سبعة سبعة ثمانية تسعة إذن طبقة ثانية فيها سبع إلكترونات العنصر رقم ثلاثة وهو الأكسيجين إذن الطبقة الأولى كم نذينا من إلكترون ثمانية إذن دائما شوفوا هنا معنا في العدد زاد الطبقة الأولى تحمل إلكترونين الطبقة الثانية ألا تحمل ثمانية ولكن نحن نغيث من إلكترونات إذن إثنان كم أضيف لها الطبقة الثانية إذن ستة ستة سبعة ثمانية إذن هذا هو التوجيه الإلكتروني للعناصر الثلاث الآن عدد الإلكترونات العنصر الأول إثنان العنصر الثاني تسعة العنصر الثالث ثمانية إذن عدد الإلكترونات هو نفسه عدد بروتونات وهو نفسه الزاد وهذا عندما تكون الذرة في حالتها العادية أكيد من تكون في الحالة العادية ما تكون لها فأقدان أو مكتسبة عدد البروتونات نفسه عدد الإلكترونات إثنان تسعة ثمانية عدد النيترونات الآن لدينا قاعدة أو قانون يقول أن A ماذا تساوي يساوي AN زائد Z هو أنا شكل لك حسب لي عدد النيترونات معناها AN إذن A العدد الكتالي ماذا يساوي العدد الكتالي يساوي عدد النيترونات زائد عدد البروتونات الآن AN ماذا تساوي انطلاق من القانون الأول AN ماذا تساوي إذن AN تساوي A العدد الكتالي ناقص نقص من هذا Z هيا نبدو أن نطبق هذا القانون على العناصر الثلاث نبدو بالعنصر الأول إذن نبدو بالعنصر الأول إذن ويساوي A تعالعنصر الأول كم 4 ناقص زاد كم 2 4 ناقص 2 كم 2 إذن عدد النترونة تعالعنصر الأول 2 نفس القانون سأطبقه على العنصر الثاني إذن A تساوي A ناقص زاد ويساوي A تعالعنصر الثاني كم 19 ناقص زاد كم 9 19 ناقص 19 حال إذن عشر إذن أضعوها هنا إذن عشر بالنسبة للعنصر الثالث الأكسيجين إذن أن تساوي Aق ناقص زاد دائما القانون يكتب لأن عليه علامة ينقطوكم على القانون حذاري كي يروح حسب مباشرة يدي القانون تعويض النتيجة Aق كم 18 ناقص إذن 18 ناقص 8 كم يساوي أيضا 18 ناقص 8 إذن عشر أيضا إذن هنا أيضا عشر حتى نكون في الصورة إذن لذرة الأكسيجين معناها لديها ناثيرين 8 أكسيجين 8-18 وعنا أيضا 8-16 معنا هنا حذاري ركزوا شيدلوا لكم العدد كتلي أق سواء كان 18 أو 16 والنظائر كما تعلمنا بأن النظائر هي أفراد كيميائية تنتمي لنفس العنصر أولا تكون لها نفس العنصر تتافق في العدد الذريزاد أو العدد الجحاني وتختلف العدد كتلي معناها كن نروح الناظير الثاني أو 8-16 8-8 معناها زاد كيف كيف 8-16 معناها آ مختلف إذن هذه النظائر بكل بساطة شيء بسيط جدا الآن ننتقل إلى العائلة إذن هناك لدينا مجموعة من العائلات العائلة أعرفها على حسب العمود على حسب العمود قبل ما ندير العائلة سنذهب إلى هذه العنصر في الجدول نبدو بالعنصر الأول هذا العنصر الأول حالة خاصة الموقع في الجدول إذن لدينا العمود والسطر لدينا السطر ولدينا العمود إذن نحن نقول أن السطر الشاهوة هو عدد المدارات أو عدد الطبقات كم لدينا من الطبقة؟ طبقة واحدة إذن السطر واحد إذن السطر الأول الآن العمود تقولنا هو عدد الإلكترونات في الطبقة الأخيرة ولكن الهيليوم معناها حارز الرواحكم منه حالة خاصة معناها يكون في العمود رقم ثمانية هو اللي قلناها حالة خاصة وينتمي إلى عائلة ماذا؟ ينتمي إلى عائلة الهليوم ينتمي إلى عائلة الغازات الخاملة لكنا نروح للجدول الدوري أبنائي هذا هو الجدول الدوري اللي تعلمنا اللي غادي تقره أنتما في سنة أولى معناه ثانوي الهليوم موجود أين؟ موجود في السطن الأول سيران عرفناك جبنة ولكن موجود في العامود الثامن إذن وهذا العامود الثامن كما قلنا أنه اسم العائلة للعامود الثامن الغازات الخاملة معناه هذه اللي اقتحضوها سيليوم نشوفوه عائلة الغازات الخاملة يرانا ذننا اسم العائلة الآن F19 الموقع أولا السطر والعمود دائما عندنا السطر العمود لأن الموقع في الجدول الدوري عندنا أسطر وعندنا أعمدة السطر الآن هو ماذا؟ عدد طبقات لدينا طبقتين إذن السطر إثنان العمود هو عدد الإلكترونات في الطبقة الأخيرة شيء بسيط جدا سبعة إذن العمود سبعة نتأكدوا إذن نروح للآف إذن آف السطر الثاني هكذا يقرأ الجدول العمود رقم سبعة إذن واحد العمود الأول الثاني ثالث الرابعة خامس سد السابع إذن آف رأنا جمناها نشان الآن اسم العائلة كل العناصر الموجودة في العمود رقم سبعة إذن العمود رقم سبعة أبنائي تسمى عائلة الهالوجينات الهالوجينات هذه العائلة تحظوهم قلت لكم كم من مرة عائلة الهالوجينات إذن الهالوجينات بكل بساطة أبنائي الآن ننتقل إلى آخر عنصر الموقع في الجدول إذن لدينا السطر لدينا العمود السطر عدد الطبقات إثنان طبقتين إذن السطر الثاني العمود عدد إلكترونيات الطبقة الأخيرة إذن العمود رحونا نتأكذر الأكسيجين نهر فيماك نيشان السطر الثاني العمود رقم واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة الآن نجبناها نيشان أبنائي وبالنسبة لإسم العائلة أبنائي بما أننا درسنا معناها كم من عائلة واحد إثنان ثلاثة أربعة ستة مدرسناش اسم العائلة تعاه بالنسبة للمسان أولى ثانوي معناها هنا غاضي نشطب عليها اسم العائلة لا يوجد كهيد الآن ننتقل إلى التمرين رقم إثنان على بركة الله التمرين الثاني الآن مثل حسب نموذج لويس الجزيئات التالية لدينا مجموعة من الجزيئات تعطى في الجدول للموالي بعض العناصر الكيميائية وعددها شحاني هذا الجدول قدمه لكم كمعطيات أعطينا العنصر الكربون الهيدروجين الكلور الوكسيجين أو النيتروجين وعطينا أو الأزوت وعطينا العدد شحاني الخاص بكل عنصر الآن لتمثيل معناه هذه العناصر أو هذه الجزيئات أبنائي حسب نموذج لويس سنتبع بعض الخطوات أول خطوة يجب أن نتعرف على الذرات المكونة للجزيئ سنبدأ أولا ب جزيئة غاسناء الكلور معناها سئل إثنان جزيئة سئل إثنان الجزيئة الأول مماذا يتكون يتكون من ذرتين ماذا ذرتين كلور ذرتين من الكلور إذن فيه ذرتين من الكلور الخطوة الثانية يجب أن نضع التوزيع الإلكتروني لكل ذرة ركيزه يتكون من ذرتين من الكلور معناه أن سنضع التوزيع الإلكتروني خاص بذرة واحدة بما أن لدينا نفس الذرة يتكون من ذرتين من الكلور إذن الكلور ما هو توزيعها الإلكتروني الخلور فيها 17 إلكترون إذن المضار رقم 1K كم يحمل؟ إلكترونين المضار رقم 2L كم يحمل؟ ثمانية ثمانية والإثنان عشرة كم يتبقى لنا؟ يتبقى لنا سبعة إذن نضعها في المضار أو الطابقة الأخيرة الطابقة معناها رقم ثلاثة فيها سبع إلكترون الآن الخطوة الثانية تعرفنا على أو وضعنا توزيع الإلكتروني للذرة الخطوة التي تليها يجب أن نحدد عدد الإلكترونيات في الطابقة الأخيرة أبنائي كم لدينا إلكتروني في الطابقة الأخيرة؟ هذا هو المهم إذن لدينا سبع إلكترونيات في الطابقة الأخيرة إذن لدينا سبع إلكترونيات أين؟ في الطابقة الأخيرة معناها في الطابقة أم ماذا نفعل الآن؟ نمثل كل ذرة لوحدها بماذا؟ بنموذج لويس إذن الخلور كيف سنمثلها الآن؟ بما أن لديها سبع إلكترونيات في الطبق الأخير ركزوا جيدا إذن نضع إلكترون 2 3 4 ثم 5 6 7 ويبقى إلنا إلكترون وحيد إذن سنقوم بالتوصيل ما بين كل إلكترون هكذا ماذا سنشكل بينهما سنشكل بينهما أزواج غير ترابطية معناه هذا الزوج غير رابطة منجموش نرطوه به أو نرطوه مع ذرة أخرى أما هذا الإلكترون الوحيد هنا معناه نستطيع أن نربطه مع إلكترون آخر لذرة أخرى هذا هو تمثيل ذرة كلور بحسب نموذج حسب نموذج لويس معناه هذا الخط من شوفه معناه هكين إلكترونين فيه سيرى في إلكترونين ومنتبه نقطة معناه هكين إلكترون واحد الآن بنفس الطريقة سنمثل الذرة الثانية حتى نمثل جزئة الخلور إذن معناه الإلكترون الآخر سيكون هنا إذن نضع كلور هكذا معناه هذه الأزواج غير رابطة نستطيع أن نضعها في أي مكان المهم كم لدينا ثلاثة أزواج غير رابطة هو إلكترون وحيد الآن سنقوم بالربط ما بين الإلكترونين ونشكل ماذا ونشكل زوج إلكتروني رابط إذن هذا يسمى زوج إلكتروني رابط وهذا يسمى زوج إلكتروني غير رابط إذن هذا هو تمثيل جزئة غاز ثنائي كلور حسب نموذج لويس شرح باصي جداً ما غادي ستيبه شرح أبسط من هذا الجزئ الثاني الآن إذن جزئ ماذا؟ إذن آن آش ثلاثة الآن مماذا يتكون؟ أولاً الخطوة الأولى يجب أن نتعرف على ذرات مكوناة له إذن فيه ماذا؟ فيه الآزوت أو النيتروجان وفيه الهيدروجان إذن عنا الهيدروجان وعنا الآزوت الآن الهيدروجان ما ندلوهم الثرة هذه؟ ندلوهم التوزيل الإلكتروني الخاص بهم نبدو بالهيدروجان الهيدروجان كان فيه أعمال إلكترون؟ فيه إلكترون واحد إذن K1 عدد إلكترونارات في الطابقة الأخيرة إذن إلكترون واحد الآن الآزوت سبع إلكترونات إذن K2 توجهي الإلكتروني هذه الخطوة أول خطوة إذن خمسة لأن الطابقة الثانية تحمي ثمانية 5 6 7 الآن لدينا 5 إلكترونات الطابقة الأخيرة إذن 5 إلكترونات في الطابقة الأخيرة الآن الخطوة التي تليها ما هي الخطوة التي تلي الخطوة الثانية عندما تعرفنا على عدد إلكترونات الطابقة الأخيرة نمثل كل ذرة لوحدها حسب نموذج الويس نبدأ بذرة الهيدروجين إذن 10 نضع إلكترونات 1 في أي مكان معناه هنا 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 في أي مكان نريد الآن الآزوت كيف نمثلها؟ إذن بنفس الطريقة التي مثلنا بها الكلور سابقا إذن ماذا نفعل؟ إذن لدينا إلكترون 2 3 4 5 إذن هذا يسمى زوج إلكتروني غير رابط ولدينا ثلاث إلكترونات منفاردة الآن لما نريد أن نمثل جزئ 1 معناه كل الجزئ الذرة التي تكون فيها عدد إلكترونيات منفاردة معناه أكثر أو كثيرة نضعها في الوسط معناه سنضع آن من جديد هنا ثلاث إلكترونات مفاردة هكذا زوج غير رابط أو زوج إلكتروني غير ترابطي هنا ثم نقوم بوضع كم من ذرة هيدروجين؟ ثلاثة إذن نضع أولى هنا الثانية هنا والثالثة هنا لكل واحدة هناك إلكترون إذن ونقوم بتشكيل أزواج إلكترونية ترابطية أو رابطة إذن وهذا هو تمثيل جزئ ماذا؟ جزئ آن آش ثلاثة هذا هو تمثيل جزئ سئل إثنان بكل بساطة شرح بسيط جدا الجزئ الذي يليه الآن إذن آش إثنان سئو ثلاثة هذا كجزئ واحد آش إثنان سئو ثلاثة إذن آش إثنان سئو ثلاثة الآن بنفس خطوات تابيقة أولا نتعرف على الذرات لدينا ذرتين هيدروجين ذرة كربون وثلاثة ذرات أكسيجين سيئ أنا ذننا إذن تعال الهيدروجين ندناها وسيئر الهيدروجين نهي عنا مباشرة تعلمنا كنجيبوها الآن نروح للكربون الكربون إذن الكربون أولا خطوة التي نقوم بها أولا نضع توزيع توزيع إلكتروني خاص بذرة الكربون إذن لدينا كم فيه الكربون فيه ست إلكترونيات إذن كاثنان وآل ماذا أربعة معناها كم لدينا من الإلكترون في الطابقة الأخيرة لدينا أربعة إلكترونيات الآن نمثل ذرة الكربون حسب نموذج لويس إذن سي واحد اثنان ثلاثة أربعة صحيح لدينا تمثيل تمثيل ذرة الهيدروجين حسب نموذج لويس تمثيل ذرة الكربون الآن تمثيل ذرة الأكسيجين الأكسيجين أولا نضع توزيع الإلكتروني خاص بها إذن ك كم فيه من الإلكترون ثمانية إذن ك اثنان آل ستة إذن ستة سبعة ثمانية الطابقة الثانية تحمل حتى ثمانية إذن لدينا ستة والإثنان ثمان إلكترونيات إذن لدينا ست إلكترونيات الطابقة الأخيرة إذن كيف سنمثل الأكسيجين إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة هكذا يكون تمثيل إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم ماذا ستة إذن لدينا نستطيع أن نضعه هنا معناها المهم أن يكون لدينا معناها اثنان من الروابط الغير أو زوجان غير ترابطيان وإلكترونين معناها منفردين منفردين سيرنا مثلنا الذرة الثلاثة الموجودة طريقة وضع الذرة الآن كيف نضع الذرة الذرة التي تكون فيها عدد إلكترونين مفردة كبير هي التي تكون في الوسط إذن ما هي إذن هي الكربون إذن نضعها في الوسط إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة كم لدينا من ذرة هيدروجين أبنائي لدينا اثنان إذن أستطيع أن أضع الأولى هنا والثانية هنا ثم أقوم بتشكيل زوج إلكتروني رابط بينهما الآن كم يتبقى لنا من أكسيجين يتبقى لنا ثلاثة والأكسيجين كما نرحل أن فيه ماذا فيه معنى إلكترونين من معنى إلكترونين من فريدين ماذا نفعل الآن هنا كل تلميذ حر طريقة وضع معنى الذرة المهمة لك تخلو ذرة عفوا إلكترون من فريد لوحده كل تلميذ حر في طريقة وضعه للذرة الآن لدينا ثلاث ذرة أكسيجين كما قلنا لو أضع الذرة الأولى معنى ذرة أكسيجين أولى هنا إذن أو فيها كم فيها معنى إلكترونين مفردين وفيها كم فيها زوجين غير رابطين معنى إثنان هم زوج مثلهم يخط هكذا وعننا إلكترونين إذن ما بين الإلكترون هذا وهذا الشكل يشكل زوج إلكتروني رابط أو ترابطي صحيح؟ شا تبقىنا يبقىنا هنا إلكترون شا نجموزيده هنا نجموزيده ذرة أخرى للأكسيجين ركزو معنى هكاللعبة فقط ركز العام فقط شا عندها عندها إلكترون هنا ونجموزيده واحد هنا ولدينا زوجين غير رابطين نوصلهم بين الإلكترون الإلكترون نشكله زوج إلكتروني رابط والآن يبقى لنا واحد هنا شا نزيده إلكترون معنى هزيده ذرة أكسيجين أخرى هنا إذن فيها كم إلكترونين معنى هم الفاردين وزوجين غير رابطين هكذا نصل ما بين الإلكترون إلكترون يشكل زوج إلكتروني رابط وما بين الإلكترون تعل أوكسيجين وإلكترون تعل الكربون يشكل زوج إلكتروني رابط إذن هذا هذه معناها طريقة كل تلميذي نجموزيده طريقة اخرى مثلا الهيدروجين من ديرش مع الكربون ديرش مع الاكسيجين الى غيره ونستطيع استخراج مجموعة كبيرة من السياق المفصلة الاخرى جيد الان ننتقل الى الجزيء الذي يليه اذا اش سيال امضى كلور الماء اذا جزيء اش سيال سيارة عنا الان عنا التمثيل على الهيدروجين حسب نموذج لويس اذا هكذا ولتمثيل الكلور كما تعلمنا سابقا فيه قلنا اين هو تمثيل الكلور اذا الكلور فيه ثلاث روابط غير او ثلاث ازواج غير رابطة وايلكترون واحد معناها منفرد اذا يجي كمهاك اذا هكذا باش من خلطوش ما بين الجزيئات الان طريقة طريقة ارت بينهما مباشرة نضع الهيدروجين هنا هكذا ثم نشكل بينهما زوج الالفتروني رابط اذا هذا هو تمثيل هذه الجزيئات حسب نموذج لويس ابنائي وبهذا ننهي حل هذا معناه الموضوع الرائع والتمارين الشاملة في الاخر اتمنى ان يكون الشرح واضح وبسيط اي سؤال او سبسال اعزائي التلاميذ اتركوا تحليق اسف الفيديو فيما يخص شرح درس نموذج لويس راني شرحه في الدرس رقم عشرة معناه تدخلوا في قائمة تشغيل سنة اولى ثانوي الدرس راني شرح الخطوات وراني داية مجموعة كبيرة من الامثلة تنجموت تروحوا معناه زيدوا تفهموا اكثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر